طالب رئيس رجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري الحكومة بتوفير طائرات مكافحة الحرائق التي باتت خطرا حقيقيا على الانتاج الزراعي في البلاد وقال الشمري في بيان له أن انتشار الحرائق لتشمل مزارع الحنطة والشعير والتي سبقتها وما بعدها حرق للبساتين يعطي دليلا واضحا أن الأمر بفعل فاعل لا يريد الاكتفاء الذاتي للعراق من المنتجات والمحاصيل الزراعية وطالب الحكومة بسرعة توفير الطائرات الخاصة بمكافحة الحرائق والآفات التي إن وجدت لساعدت كثيرا في حملة الإطفاء ومكافحة الآفات وخاصة حشرة الدباس بمزارع النخيل في الوسط والجنوب